جسدت جهود دولة الكويت وإسامتها بصمة واضحة في تاريخ العمل الإنساني والتطوعي ما جعلها عنوانا بارزا في هذا المجال عربيا وإقليميا ودوليا نعم والمتتبع لتاريخ العمل التطوعي في دولة الكويت يجد ذلك العطاء الكبير وذلك العمل العظيم الذي قدمه أبناء الكويت لبلدهم ولأمتهم العربية والإسلامية يمثل العمل التطوعي والإنساني في تاريخ دولة الكويت بمنهجه الاجتماعي والإنساني سلوكا حضاريا منذ سنوات طويلة كما يمثل رمزا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع ضمن مختلف مؤسسته حتى اختيرت الكويت مركزا للعمل الإنساني ولقب أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقائد العمل الإنساني وكان ذلك خلال احتفال تاريخي رسمي وقيم في مقر الأمم المتحدة عرفت دولة الكويت بحرصها على دعم قطاع العمل التطوعي والإنساني انطلاقا من كونها مركزا للعمل الإنساني الذي رسخ في وجدان المجتمع الكويتي قيم التراحم والتكامل بين مختلف أبنائه وبرزت تلك القيم في العديد من أعمال الخير والكثير من المشروعات التطوعية التي زادت وتضاعفت على مر السنين تعد دولة الكويت من أكثر الدول نشاطا في العمل الخيري والتطوعي في مختلف دول العالم حيث أن دولة الكويت أثرت هذا العمل وقد اعتمدت له الأمم المتحدة يوما عالميا تحتفل به في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام سجل ناصع في الأعمال الإغاثية والتطوعية ترجم من خلاله ما جبل عليه أهل الكويت وإسهاماتهم لأبناء وطنهم وللبشرية جمعا ولعل هذه التجربة في العمل التطوعي لدولة الكويت الشقيقة تجربة فريدة ومتميزة تستحق تسليط الضوء عليها وتقديرها بقدر ما قدمته وتقدمه دائما